السلام عليكم موضوع محاضرة النهاردة هو عن البرمجة هنبتدي لاول نشوف ازاي نكتب comment بعد كده ازاي نستخدم ال f وال else وال else f وفي الاخير هننتهي بال switch case otherwise هتلاقينا ان احنا في الään 2005 بتاع الكورس بتاعنا احنا في المرحلة التانية في مرحلة البرمجة وبالنسبة لمحاضرة النهاردة فهنبتدي الأول ب comment بعد كده f and بعد كده f else and بعد كده f else f else and وفي الاخير هننتهي ب switch case otherwise end التولز اللي موجودة قدامي ديت من اتنين لحد خمسة دي اسمها الكونديشنز وبعد ما هنتكلم على الكونديشنز يبقى لازم نبص على التابل اللي قدامنا دوت على الريليشنل اوبريتور واللوجيك اوبريتور دي الاوامر بتاعتنا الخاصة بالمتلاب دي كده اصغر من اكبر من اقل من او يساوي اكبر من او يساوي اكبر من او يساوي اكوال اكوال دي معناها انت كل الحاجات دي بتسأل اسئلة هل هو اصغر او اكبر او يساوي وهنا بالنسبة دي معناها بتعمل الحاجة اللي جاي لك ودي معناها اذا بتستخدمها جوه ودي اذا بتستخدمها جوه معظم الناس اللي تشتغل برمجة بتبرمج جوه ملف اسمه او فعلشان نفتح احنا فتحنا قبل كده بس تعالى نشوف ازاي نفتحه تاني فاول حاجة ممكن تضغط على هنا او ممكن تضغط وبعد كده او ممكن تضغط فهنضغط على وبعد كده هيفتح لك الشاشة اللي قدامك ديت دي حاجة مهمة جدا لان انت ممكن تستخدمها عشان تعرف نفسك كل سطر كان بيحكي عن ايه ازا ازا كتابت البروجرام دلوقتي وفتحته مثلا بعد شهرين او بعد تلل شهور او ممكن مثلا ازا كتابت البروجرام وعايز تديه لواحد صاحبك فممكن صاحبك ايه ديت ويفهم البرنامج دوت بيحكي عن ايه فمسلا عشان نكتب كومنت كل اللي بنعمله بنحط علامة الايه البرسنتج ديت وبعدين بنكتب مسلا هاشم ممكن مسلا نقول كده ان دوت الشخص اللي كتب البروجرام هاشم ايه هاشم وممكن مسلا نقول ان اول حاجة احنا هنعملها هي ايه اف والس فكل علامة ديت معناها ان البروجرام مش هيشوف السطر ده خالص دوت كومنت مكتوب ليك او مكتوب للناس اللي هتقراء من بعدك الاف كونديشن بيتكتب بالطريقة اللي قدامنا ديت اف بعدكده بتحط الكونديشن اذا الكونديشن ده true هينفذ عدد من التاسكس اللي هنا مسلا من اكس واحد تاسك اكس وان تاسك اكس دو تاسك اكس سري لحد اكس ان اذا الكونديشن نوت true البروجرام هيمشي كده اول ما هشوف الكونديشن هيلاقي نوت true كأنه مشافوش وبعد كده هينزل وهينفذ بقية البروجرام عادي تعالوا نشوف ازيه نكتب خلينا مثلا نبدأ ان عندنا فيه فرياب والاسمه ايه ممكن مثلا نكتب كومنت جنبيها نقول ان ده سنتيمتر. فبعدين احنا عايزين نسأل. فهنقول اذا مثلا مية وتمانين سنتيمتر. فمع ان كده هنقول لطلع رسالة وهنقول ان مثلا بيساوي ستين. وهنكتب دي كده الكلام هو يزهره لي على الشاشة. دي رسالة وبعد كده هنكتب مسلا وبعدين هنقول انت. ازا جيت هنا وكتبت فالاوتبوت ما كانش متعرف. فهيقول لي اما ازا جيت هنا وعملت على الام فايل بتاعي. ازا دوس تران. فهتلاقي ايه? قالك ان الاوتبوت بيساوي سكستي. فازا جيت هنا سألته وقلت له اوتبوت داني. فهيقول لك ايه بيساوي سكستي ومقال لكش اندفين لان احنا عرفناها جوه الاف كوندشن. خلنا ممكن نبتدي البروجرم بتاعنا ده وبان احنا نكتب ايه? كلير اول. وبعدين نكتب سي ال سي. فدي معنا ان هو هي هيشيل كل الفاريابلس وهيعمل لي كلير للك ويندو. وبعدين هيبتدي البروجرم بتاع نعمل ران. فهتلاقي قالك الاوتبوت بيساوي سكستي. وبعد كده طلع لك اللي هي تكتب بالطريقة ديت. ازا اللي عندي true. فبيعمل لي مسلا بينفز لي مجموعة من التسقات task one task two task three. لأ عدد معين من التسقات. ازا ازا الكوندشن ده مش true بيروح على الس وبينفز اللي جواها. فبينفز لي task y1 y2 لحد yn. فدي معناه. علشان نشوف ان البروجرم بتاعنا مش لازم يخش جوة الاف كوندشن ازا الكوندشن نوت رو. فاحنا ازا عملنا هنا run. فدخل جوة الكوندشن وزهر لي كيمة الاوتبوت بتسوي سكستي. اما انا ازا خلينا مسلا ديت بتساوي مية وعشرين. وعملنا run. فهيجي يقول لك. فقال لك ان الاوت بتاعك فمعنى كده هو ما دخلش جوة الايه? جوة الكوندشن. تعالي بقى نحط الالس. الالس دي بتقول لك ان هو كده كده هيخش جوة الاف. سواء هينفز الاف او هينفز الالس. فهنقول له انطلع له الرسالة دي زي ما هي. بس هنعدل فيها مسلا هنقول وبدل ما كان مسلا هنا نطلع فكده كده كده هو هيخش جوة الاف كوندشن. ازا عملنا run. فطلع لك قال لك الاوتبوت بيسوي فورتي وفري سمول. طلع لك الرسالة اللي هي جوة الالس. فهو يا اما هيخش جوة الاف ازا هي اما هيخش جوة الالس ازا انترو. الاف الس اف الس انت في ناس بتستخدمها علشان تعملها زي حاجة كده شبيهها بالفاضي. بتخلي مسلا يبقى في او بتخلي بدل ما يبقى الاوت بتعندك يا اما صفر يا اما واحد يبقى الاوت بسلا ان يكون يا اما وان يا اما او بوينت ايت يا اما او بوينت سكس يعني بيبقى حاجة زي كده. فهي بتتنفس بالطريقة اللي قدامنا دي. فبتقول اف ازا الكوندشن وانترو فبيعمل التاسكس دي. اما ازا الكوندشن ده مش فهيروح هيشوف هيعمل التاسكس اللي قدامك دي. غير كده هيفضل يمشي لحد ما يوصل لاخر عندك. بعد كده ازا ملقاش كل اللي فوق ده وتتحقق فهينفذ الالس. ادي ازاي البروجرام بيتكتب. تعال نشوفه بيتكتب ازاي على المتلاب. فنفترض مسلا ان انا عندي بيجيلي اسمه تي. والتي ديت انا ما اعرفش هي بتبقى فيها كم درجة. فهنبتدي نكتب البروجرام بتاعنا. هنقول اف. وبعد كده هنقول ازا تي مثلا. سيرتي فايف. طلع لي اعمل لي وقول لي ان التمبريتشر بتاعتي ايه very hot. طيب بعدين هنعمل ايه? هنقول طيب ازا else. اف. ازا بتاعت دي كانت اقل من او تساوي مسلا سيرتي فور. كده هو هيعمل الاندو كونديشن. لازم الشرطين يتحقق. والتي كانت او يساوي توينتي ايت. فهنقول له طلع لي ديت. وقول لي ان هي hot. طيب ازا else. اف. اتي ديت كانت اقل من او تساوي. مسلا انت. لازم تحط الاتنين انت دي علشان يخليها لك تبع انت كونديشن. وزا تي ديت. زين او ايقل. توينتي تو. فهعمل لي display message ديت وكتب لي call فهنقول else if إذا t less than or equal 21 وأكبر من أو تساوي 14 فطلع علي رسالة قول إن هي cold غير كده هنقول else هنعمل display وهنقول very cold وبعدين هنحط ال end وندوس run بقال لك إن درجة الحرارة cold لإن هي كانت كان ما بين ال 21 لل 14 إذا غيرنا الدرجة ديت خليناها مثلا 10 الفروض هيطلع لك يقول لك very cold فطلع لك قال لك هنا very cold إذا خليناها مثلا 40 فطلع لك قال لك very hot switch case otherwise بيتكتب بالطريقة اللي قدامنا دي وهو بيشوف اللي مكتوب قدامه هنا بيساوي أنهي واحد قدام إذا ما بساواش أي حاجة فبياخد يعني مثلا هو هنا قدامه مثلا دي إذا بتعديده مثلا بيساوي أربعة فهو بيشوف هنا هل هنا مكتوب رقم أربعة إذا لأه فمش هينفز اللي هنا إذا هنا بيساوي أربعة لأه فمش هينفز لحد ما هيلاقي مثلا الأربعة دي موجودة جوا قدام أي كيز وهينفز التاسكس اللي تحته غير كده هيروح ينفز تعال نشوف بنكتبها إزاي على المتلاب هنبتدي مثلا نعرف إن في عندنا إن إقوال أي رقم مثلا إقوال فور وبعدين هنبتدي نقول سويتش لإن إحنا برضو من نفترض إن إحنا لما نكتب بروجرم نبقاش عارفين الرقم اللي هجلنا ده إيه فهنعمل سويتش وبعد كده هنحطه جواك ال N اللي هي الرقم اللي قدامنا ده فهنقول إن هو كيز 1 وهنفتح كوص ونقف الكوص وبعد كده نكتب الكيز الأولينية فإذا الرقم ده بيساوي واحد فهنقول له إيه ديس بلاي وممكن مثلا نكتب حاجة تانية مثلا إنت بتخلي نفذ لك التسكات اللي أنت عايزها مش لازم يكون تسك واحد ممكن يكون كزا تسك يعني إذا كيز تو فكل اللي هنعمله هناخد الكلام ده كله وهنكتبه هنا وبدل جينيوري هنكتب فبريوري كيز 3 هنكتب مارش كيز 4 هنكتب مثلا إبريل وهنا برضو ممكن نكتب رسالة تانية نكتب ساكند مونتز وبعد كده ده وهكذا فكتبنا هنا بعد كده كيز 4 إبريل وفور مونتز بعد كده كيز 5 كتبنا سنتنس واحدة مثلا مي كيز 6 جون كيز 7 كتبنا جولاي كيز 8 اوغاست لحد الآخر لحد أذر وايز بعد كده إذا هو دخل رقم غير كده فهنقول له نوتة وبعدين هنقول له وكده سويتش كيز بتاعتي خلصت إذا عملنا فقال لك فالرقم ده دخل هنا الان ده شافها بتسوي وطلع لك الرسالة القدامة طيب خلينا نفترض مسلا ان احنا دخلنا واحد ودوسنا فقال لك طيب إذا قلنا سرتين أو إذا قلنا ففتين مسلا فيقول لك نوت راح على وقادي بص سريع على البروجرام بتاعنا أو على الكود وخلينا نشيل منه حبة سطور علشان يبين في شاشة أصغر شوية فقادي شكل الكود بتاعنا فهو كل اللي بيعمله انه انت بتديله رقم مسلا للان وهو بيشوف الان دي موجودة جوة انهي كيز إذا الكيز الأولانية هينفز اللي قدامها مش لازم هنا تكتب واحد ممكن هنا تبتدي مسلا بستة بعد كده الرقم اللي بعده ممكن مسلا يبقى واحد بعد كده الرقم ده مسلا ممكن يبقى تلاتة ده ممكن يبقى تسعة أو تمانية ده ممكن يبقى اتنين ده ممكن يبقى مسلا زيرو وخلينا كده نكتب مسلا صفر هنا فمفروض انه هو هيزهر لك جون إذا دوسنا ران فهتلاقيه قالك جون فهدي شكل السويتش كيز بتاعتنا وازاي بنكتبها وازاي بتتنفذ ومش لازم تكتب سنتنس واحدة ممكن تكتب كذا سنتنس أو كذا ستيتمنت للتنفيذ وبكده نكون خلصنا اول جزء عندنا في البروغرامينج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر